الآن عندي أحوال الخبر مثلا عندي سؤال أخبر عن كل مبتدئين حسب المطلوب بين الأخواص ونعرف بأن أحوال الخبر عندها ثلاث أنواع إما مفرد أو جملة سواء اسمي أو الفغلية أو لشبه جملة من الجر والمجرور أو من الظرف إذا اللحظ هنا يطلب مني أن أكتب خبرا عن هذه المبتدئات أقول القراءة والكتابة مفيدتاني إذن مفيدتاني خبر مفرد الكتب الممني نكمل خبر جملة اسمية الكتب مالها فوائدها كثيرة إذا نكتب جملة اسمية خرمكون من المبتدئة خبر التلاميذ مالهم يلعبون في الساحة جملة فعلية خبر فاطمة في الحديقة إذن فاطمة مالها نعطي خبر يكون من شبه جملة في الحديقة في الملعب في الساحة السحون مالهم عندي شبه جملة من الظرف فوق الرفوف إذن فوق الظرف مكان الآن نمر للدرس ديال التحويل من المفرد إلى المثنى والجمع وانتبهوا الحركات الإعرابية ديال الثتنية والجمع سواء جمع مذكر سالم أو جمع مؤنة سالم سواء في جميع الحالات الإعرابية للرفع والنصب والجر فمثلا عندي جملة العامل المجد ينال الشرف والمجد ويعيش بين الناس معززا مكرما إذن هنا أنا غنكتب فقط غير الأمور اللي معنيها بالتحويل إذن عندي العمال إذن هنا مدن بديلية بالعمال إذن جمع مذكر سالم المجدون المجد المجدون ينال ينالون يعيش يعيشون هنا عندي معززا مكرما منصوب علامة نصبه تنوين نصب لأنه حال إذن أقول معززين مكرمين إذن منصوب علامة نصبه ليا لأنه جمع مذكر سالم العاملتان إذن عندي المؤنث متنى المجدتان تنالان المجد والشرف وتعيشان كيف معززتين مكرمتين إذن هنا يا حال منصوب علامة نصبه ليا لأنه مثنى العاملات المجدات ينالنا المجد والشرف ويعيشنا كيف معززات مكرمات إذن هنا حال منصوب علامة نصبه لكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم إذن انتبهوا لهذه الأمور ونحن نحوله الآن وصلنا للدرس ديال كان وأخواتها أو إن وأخواتها أو النواسخ الحرفية أو النواسخ الفعلية إذن أدخل كان أو إحدى أخواتي على الجمل الإسمية دائما نتبهوا وإحنا كندخلوا إحدى هذه النواسخ ونتبهوا التغيير لكيوقع على الجمل الإسمية المسافرون حاضرون كان المسافرون حاضرين إذن منصوب علامة نصبه ليا لأن النواسخ الفعلية ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها انتبهوا أيضا الخبر إلا كان جملة فعلية ما غنغيروش فأقول كان السوق يعج بالزواري أصبح الجميع يطلبون الغيطة وما يمشياني صارة يمشياني إذن ألي في الاثنين ضمير متصل بني في محلي رفع اسمه صارة أدخل إن أو إحدى أخواتي على الجمل الإسمية التالية القمر يلهم الشعراء إذن الخبر هنا جملة فعلية إذن هنا في غيوقع التغيير إن القمر يلهم الشعراء إذن الشوارع المدينة مضيئة انتبهوا لهذا الأمر عندما يكون هنا المبتدأ مضاف وعندنا المضاف إليه كأن شوارع المدينة مضيئة إذن هنا شوارعه اللي قد تنصب ومضاف المدينة مضاف إليه مضيئة خبر هناك سؤال آخر إحدى في النواسخ الفعلية وأعيد كتابة الجمل صحيحة ما زالت الحقول مخضرة حدفوا ما زالت وغترجع عندنا جملة إسمية وكون مبتدأ خبر مرفوعين الحقول مخضرة أيضا هنا إن المطار يتهاتل بحرارة حدفوا النواسخ الحرفية المطار يتهاتل بغزارة إذن المطار كانت منصوبة مع إنا سترجع مرفوعة مع كونها مبتدأ المطار يتهاتل بغزارة وصلنا الآن لدرس ديال النكرة والمعرفة إذن النكرة قلنا دائما النكرة تأتي مع التنوين والمعرفة إلا بنا نحول النكرة المعرفة إما ندخل عليها أل أو لا الإضافة أو لا النداء فالآن إملأ الجدول بالمطلوب فيه عندنا مريض إذن يظهر التنوين هنا ولا يوجد أل إذن نكرة الوهم معرف بأل هنا هنكتبوها في معرف بأل أبي هنا معرف بالإضافة لياء المتكلم تعبون نكرة الدواء معرف بأل هنكتبوها في خانة معرف بأل الآن اجعل المعرفة نكرة والنكرة معرفة فيما يلي يعني للقناة اسم نكرة نحوله المعرفة وللقناة اسم معرفة نحوله نكرة ركب فلاح الحصانة ماذا سوف أقول ركب الفلاح حصانا سمع السائق صفارة سمع سائق الصفارة نمت شجرة في الحقل نمت الشجرة في حقل إذن نمت الشجرة في حقل تمزقت ورقة من الكتاب تمزقت الورقة من كتاب الآن نمر لهذا المثال أشكلي النص وصنف الكلمات النكرة والمعرفة في الجدول نقرأ النص مرة جوج ثلاثة ثم نوضع الحركات وانا كنوضع الحركات نبقى كنتهجة باش ما ننسى حتى حركة فوق الحرف اللي معني بها ثم نصيحة أخرى إذا كانت الجملة اللي غدي نشكل كينا في وسط النص نقرأ ما قبلها نبدأ هواية مطالعة الكتب إذن نقرأ الجملة ثم وأنا كنوضع الحركات كنتهجة هواية مطالعة الكتب ثم نتبه لهذا ألف الوصل لوسط الكلام هنا فوق منها الهمزة الوصل غدي تكون على شكل ميم صغيرة على شكل صح إذن هواية مطالعة الكتب إذن الآن هواية سنكتبوها في نكرة معرفة بالإضافة لأنها مضافة إلى المتكلم مطالعة الكتب إذن هنا أصبحت مطالعة الكتب معرفة أيضا بالإضافة ثم الكتب معرفة بأل نتميم أقضي نبدأ الكسرة هنا أوقات فراغي في مكتبة الحي إذن هنا القمر يعني أنها يرفعت اللسان فتحة إذن هنا يخفط الشفتين ديالي أثناء النطق إذن سنوضع الشدة ثم الكسرة الحي فبعدما أنجزنا بعد التمرين وتعرفنا على نماذج لأسئلة ممكن صدفها في الامتحان ما بقى لي إلا أنتمنى لكم توفيق النجاح وإلى هنا أستودعكم الله